استخفاف رهيب بهذا الشعب وما قالت إليه الأمور اللي ما بقتش جمهورية مصر العربية ولا جمهورية الجمهورية الجديدة بقت جمهورية الفرد الواحد والعيده بالله جمهورية السيسي اللي هو تخطر في باله أي حاجة بيعملها شبه الدولة بقى حلم مش الدولة شبه الدولة مبارح مثلاً قال من 24 ساعة الناس صحية الصبح لقيت صفحة المتحدث العسكري بتقلن عن قرار وزير الدفاع بتعيين متحدث عسكري جديد لهو أصلاً الناس ما بقتش تعرف مين القديم عشان تعرف مين الجديد والموضوع مش فارق أصلاً من كل عشر دولات يتفرجوا لو سألتهم صغير مفاجئ واحد أو اتنين اللي هيقولك اسم وزير الدفاع الناس مش فاكرة غير أحمد علي بس المهم الناس صحية لقيت صفحة المتحدث بتقلن هذا الإعلان صفحة متحدث أبديت البروفيل وعينه صدق السيد الفريق أول محمد زاكي قائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد إسلام مهدي سعيد بوظيفة متحدث عسكري الرسمي خلفاً للعقيد غريب عبد الحافظ ماشي في إطار نشرة التنقلات عادي ونشروا السيرة الذاتية بتاعة إسلام إسلام مهدي موالد 82 وتاريخ التخرج وباكريوس والبتاع والحاجات اللي خدها وكل الصحف والمواقع نشرت الخبر لكل 24 وفيتو وروسيا اليوم وون تيفي وكل نشر الخبر تمام؟ لا مش تمام لا مش تمام كل نشره بعدها مفيش يا عم كم ساعة اتمسح البوست والصورة من صفحة المتحدث العسكري وكي إن إسلام مهدي ده تشعر كده إن هو كان إيه كان طيف وراح رجعت صورة المتحدث العسكري السابق اللي أنا برضو ما عرفش اسمه يعني هقولك إيه بس رجع المتحدث العسكري السابق اللي هو اسمه غريب عبد الحافظ والصورة تشالت من صفحة المتحدث ورجع على قديمه وكل من نزل الخبر مسحه كل من نزل الخبر مسحه الكل تدوس على الخبر تلاقي مفيش كله اتمسح كله اتمسح كل ده اتمسح يا جماعة ما بقاش بقولك إنك تبدأ تشوك طب إيه المشهد في دولة البزراميت أبدا السيسي بيعلم الجيش الأدب وزير الدفاع الجنم في دماغه وافتكر إن المتحدث العسكري دي قرار يقدر ياخده في الجيش فده كان قرار وزير الدفاع فالسيسي حاب يعلمهم الأدب فيش حاجة تتحرك من مكانها اللي بأمري بس ده اللي مش هيلولك حاد هو بيهين وزير الدفاع قدام نفسه قدام قيادات الجيش وقدام الزباط عشان الكل يعرف تمامه قدام الشعب كله أنت ملكش لازمة تغير المتحدث العسكري ده يعني من أدفع حاجات اللي أنا أقدر أعمله ولا تعمل التافع أنت مجرد برافار ما حاجش ليه لازمة في هذا البلد غير الفرعور دي الرسالة الواضحة للجيش اللي هو أصل المتحدد ده منصب ما بقاش ليه ميتين أم أي لازمة ده مش قائد سلاح ولا بتاع لا برضو أنا اللي أقوله أختار وأنا اللي أختار مين اللي يدخل الجيش والشرطة واحدة أركشه في الهيئة مشهد جنوني جنوني ده ويقول لك جمهورية دي عم دي جمهورية السيسي والحق الحق دي لا جمهورية ولا بلد أصلا أصلا السيسي عنده عقدة رهيبة جدا من فضيلة الإمام كانوا فضيلة الإمام شيخ لازر أنه مفيش طلق شافوي وبتاعه السيسي مصر على طلق شافوي لازر رفض برضو هتحصل فاكريني السيسي لما اتكلم عن طلق شافوي من كام سنة والأزر رفض من ساعتها والمريض النفسي اللي استولى العقاب اللي ربنا بعته لهذا الشعب لازم نفكر احنا بنتعقب على إيه ريكبت في دماغه هيطبق هيطبق لعن سنسفيل أبوكم باري حطيلك انه تدمير مؤسسة الزواج ده أمر ممنهد واختلاف الحقيقي في توصيف هذا المريض النفسي فاشل ولا خاين قصة بتاعت الفلوس هتطبق فطلع السيسي في مؤتمر ليه ينادي على وزير العدل وخلاه يعلن موافقة الأزهر على اختراعات السيسي قلنا شوية ملامح للقانون والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني يعني متواملين انه هم خدوا كل وجهات النظر وسيد وزير العدل موجود مش كده الجهات خدتوا رأيها بالموافقة بس اقول دي من فضلك عشان برضو تبقى دي وصلة لكم كذبين المجرمين كذبين بقولك عصابة يا رب قام وزير العدل اللي هو يعني عدل ربك ما يبقاش فيه وزير عدل في مصر علاقتنا بالعدل زي علاقتنا بالاحترام زي علاقتنا بالكرامة يعني علاقة المصر بالعدل زي علاقته بالكرامة في مصر عنده كرامة النهاردة في مصر عنده كرامة والله الواحد بيقول تلك الكلمات ويقتره دمًا في مصر عنده كرامة في مصر حر اللي استثناء يؤكد القاعدة بس قام جاب وزير العدل وقال له ايوها فاش ايوها فخمتك الازهر موافقة على الاختراع بتاعت احنا في النقاط خدنا فيها الموافقة واهمها اللي هو توثيق الطلاق توثيق الطلاق واردين موافقة الأزهر واردين موافقة الأوقاف واردين موافقة الإفتاء ماشي لا دا وزير عدل ولا دا رئيس ولا دي بلد وزير لموافقة العدل طلع في كل القنوات يعلن موافقة الأزهر حضرتك اتكلمت ايضا امام السيد الرئيس انه توثيق الطلاق اخدت فيه موافقة كتابية من الأزهر ودار الإفتاء خلاص هذا الموضوع انتهى يعني شرعا الموضوع دا منتهي ايو يا فندي موضوع منتهي شرعا الإفتاء والأوقاف والأزهر الشريف قولك شايف الحصابة لسه الناس بتكتب على البث ان البث عليه تشويش على اليوتيوب وعلى التلفزيون يعني انا باعتذر لحضراتكم كله احد يكتب كده والله انا لسه هقول اسأل يا جماعة الوضع تحسن ولا لا كله بيكتب ان البث عليه تشويش كبير في كل حت فيه ايه يا جماعة انا يعني انا مش عارف والله انا مش عارف شوف انت لما بلد يعني فيه تلاتين توجشوش غال دلوقتي في مصر بكل الاراجيف بكل الاراجيف بكل الطبالين اللي جمحهم نجيبا لوحد نشأة وموسى وعمر ويوسف والبت والبت كله شغال مش قادر يستحمل صوت صوت انا باعتذر لحضراتكم على التشويش ده مناش مناش اي زنب فيه انا قاسف جدا المهم يا عم الازر اما طلع بيان بص بص المجرم هادي يعني بص وزي العادل هادي يعني كدبين كدب القبل اما اصدر طلع بيان بيحاول يتمسك فيه بكل الدبلوماسي ها بتاع رب العام هو رب العام القادم كده وبتاع تنقم على الماضي ولا تنسى ان العام فتنان بتاعه ولا تربط الخير ها كم مركز الازهر العالمي للفتوى الالكتروني قالك انا لو وفقت ولا عملت فين البيان بتاع الازهر ده مش كمالة البيان فين البيان قالك الازهر اما طلع بيان قالك انا لو وفقت ولا عملت ممنتهد بالوماسي يعني يعني حاولوا يتجنبوا الفرعون بكل شكل ما لكن يحسب الازهر يعيد الازهر الشريف التأكيد على مصادر من نهاية كبار علماءه باجماء اعضاءها على اختلاف مداهبهم وتخصصاتهم البيان الصادر 5 فبراير 2017 انه يجب على المطلق ان يبادر في توثيق الطلاق فور وقوعه فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وانه من حق وليه الامر شرع ان يتخذ مالزم من اجراءات لسن تشريع يكفل توقيع قوبة راضعة عن من امتنع عن التوثيق او ما طل فيه ويؤكد الازهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والاركام بص لما دي تبقى بلد ده المعرض المجرم الخاين العميل وده وزير لمؤاخذة عدلها لسه خليها بلى عليك تخيل لما دي بص حضرتك منتهى الاستخفاف والوساخ منتهى الاستخفاف والوساخ يؤكد الازهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والاركان والصدر من الزوج عن اهلية وارادة وعية وبالالفظ الشرعية الدل على الطلاق وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا حتى يوم الناس هذا كما يعيد الازهر التأكيد على ما سبق ان حضرت منه هيئة كبار علماءه في البيان ذاته للمسلمين كاف من الاستهانة بالامر الطلاق ومن التسرع في هدم الاسر لا وفقنا ولا عملنا اما ليه الحوار العبث ده اما ليه الحوار العبث ده اكيد لي بس يا وزير العدل اكيد لي بس لا يا فندم خدنا الموافقات وكله موافق قامل اظهر مطلع بيان حقيقة في ظل هذا الظرف تطليع البيان ده بتوله كبر يعني لو خدنا هذا الفعل كده تطليع البيان اللي هو برقنا الى الله وقلنا رأيين فلا نعملها ايما حكومة بالسلاح لا وفقنا ولا عملنا كل ده عشان المريض نفسية لازم يدمر العيلة لازم يدمر العيلة لازم يدمر العيلة لازم يدمر العيلة ده مش تجني ولا هو قلتلك بالامس قلتلك هل فيه شك انت مؤيد السيسي على راسي يا عبد انت على راسي انت على راسي كل حاجة هل عندك شك ان اسرائيل بتدعم السيسي البطل المصري عندك شك بده يقين انت معندكش شك وشفت الاف الشواهد والدلائل بتدعم ده عشان هي عاملة اه اجندة بينفزها ولما لو السيسي ده واخد مصر في طريق الصح سيلي هتصبر على امه هتصبر على امه هتعمل ده تدمير اي دولة كل حاجات بتعملت الاسرة الاسرة فالتلق في النهاية شافه يجيب بيقول كده والازهر طلع بعد ما ما عملوا اللقطة النيكسة دي قال كده لا بنقلف ولا بنعمل قالك لا احنا اعتبرنا موافقة الازهر موجود في دولة البزراميد دولة دولة السيسي اللي بيمشيها على مزاجه ها الازهر كمان طلع بيان رد على الدجالين واللي بيعملوا عمود خيمة التعريض والمخبر بتاع استضافة المنجمين ويطلع يقولوا مصره هتنتصر على العالم كله مش عارف ايه اللي طلعناه في الاول ازهر قالي الكلام ده مالوش علاقة بالدين وهاجم من يفعلوه اللي هو يعني ايه ده اقصى حاجة ممكن تطلبهم من الازهر في هذا التوقيت لا يعلم الغيب الا الله والدعاء معرفته منازعة له فيما اختص به نفسه والاهتمام بخرافات المنجمين والعرفين وتداولها اضلال للعقل الذي حرره الاسلام وقدره وسؤالهم على الغيبيات مع استقبال العام الجديد محرم محرم رب العام المنصرم هو رب العام القادم سبحان فلا تعلق الامال على سبب مع ضرورة الاخد به ولا تربط الخير والسوء بزمن مع همية استثماره وتعلق بمسبب الاسباب ورب الارباب سبحانه لا تسبوا الدهر مهمة جدا يا جماعة ودايما بذكر نفسي وحضراتكم به لا تسبوا الدهر او تنقم على الماضي ولا تنسى ان العام المنقضي كان مليئا بستر الله وعافيته وفضله وتذكر نعمات ربك عليك فيه فذلك احرى ان تدوم ويبارك لك فيه اه اه ايه العبت ده ايه ده انا تحدثت مع حضراتكم كثيرا انه اه هذه الرغبة العارمة من جيش الاحتلال ومندوبهم في السيطرة على الازهر باي شكل ورغم ان شيخ الازهر تطرسه كتير وكتير جدا جدا بس السيسي مش عاجبه انا انا بقولك ما يرضي ضميري ويخلص ذمتي امام الله شيخ الازهر تطرسه كتير جدا السيسي مش عاجبه لانه تحت السيطرة شيخ الازهر الا حتة مش عاجبه الحتة دي مش عاجبه الحتة دي لازم الانبطاح الكامل طب كيفية الانبطاح الكامل يا باشا لا تنبطح كاملا وتقلع ماذا